أخبار أخبار النادي من مرسلتنا مريم سميح مرسلت قناة الأهلي مريم صباح الخير وخلينا نعرف منك كده آخر الأخبار تفضلي فكان وصبح عليك الهواني وصبح عليك كماني كريم طبعا من مقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة يعني هنقولك على أبرز الأجواء الموجودة عندنا احنا متوجدين طبعا منذ الصباح الباكر يعني من قبل الثمانة صباحا كمان يعني كان إقبال بالنسبة للساعات الأولى من الصباح الباكر إقبالي ممكن نقول عليه أنه هو أكثر كثافة من الأيام الماضية ده طبعا لا حرص طبعا يعني رواد أو يعني قديمي أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة طبعا مباراة الأهلي والترسانة في دور الستاشر لكأس مصر لأن دي طبعا عادة عندهم هما بيحرصوا عليها على طول كمان يعني بالنسبة للعمال حرصوا منذ الصباح الباكر في الانتشار في أروقة النادي ده طبعا يعني للحرص على نظافة وتعقيم النادي حرصا على سلامة الأعضاء وحبب دوري أننا يعني ونحنا كلنا نجهلهم تحية كبيرة جدا على الجهد اللي هما بيبدلوا يعني في هذا الصدد كمان عايز أقول بالنسبة لمحيط النادي سواء كبري أصر النيل أو كبري أكتوبر أو العجوزة أو كمان يعني محيط الدقي كلهم فيهم سيولة مرورية بشكل كبير جدا بس يعني محور 26 يوليو هو اللي فيه كثفات مرورية بسيطة بس أغلب الأجواء المحيطة بالنادي أو الطرق اللي بتؤدي إلى النادي كلها فيها سيولة مرورية شديدة بالنسبة طبعا كويسة بالنسبة ليوم الأربعاء كمان عايز أقول أن في الساعات الأولى من الصباح كانت درجة الحرارة بتتراوح يعني من 26 ل28 داخل النادي الأهلي أو مقار النادي الأهلي بالجزيرة طبعا مع مرور الساعات بترتفع درجات الحرارة عايزة كمان بقى نروح شوية يعني على المجال نشاط الاجتماعي طبعا اللي كان متوقف منذ يعني شهور بسبب وباء أو فيروس كورونا طبعا عاد النشاط الاجتماعي وعاد بقوة كمان لأن كمان في هذا الصدد هيكون فيه تحت عنوان عشان يرجع لنا بالسلامة هتقام أو هتنظم لجنة الطفل بالتعاون مع طبعا يعني برئاسة نداء داود وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف لدارة تنفيذية بالنادي هايقوموا بتنظيم أو يعني عايزين نقول تلات ندوات في شهر أكتوبر تباعا الندوة الأولى الخميس 8 أكتوبر و15 أكتوبر وكمان 22 أكتوبر طبعا الندوات دي بتقام تحت إطار أو تزامنا مع عودة المدارس مرة أخرى طبعا علشان يعني سلامة أولادنا في المدارس والجماعات وإزاي نقدر نأمل لهم طرق سليمة أثناء توجههم للمدارس والجماعات طبعا التلات ندوات هتدور في هذا الإطار عايزين كمان بقى نروح للنشاط الرياضي عندنا تصريحات مهمة جدا من المحترف التونسي أسامة الجزيري طبعا كان يعني العنوان الأبرز اللي هو قاله طبعا أو صرح به فخور بارتداء قميص نادي القرن وأحلم بتكرار تجربة علي معلول طبعا بعد تعاقد النادي الأهلي مع أسامة الجزيري المحترف التونسي طبعا بعد تعاقده مع انضمامه للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قال في تصريحات أنه هو حاسس بشرف كبير جدا بعد الانضمام طبعا للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد قال كمان أنه هو تلقى عروض كتير جدا خلال الفترة الأخيرة ولكن طبعا عرض النادي الأهلي كان بالنسباله هو الأوحد أو هو اللي سيطر على تفكيره هو طبعا اللي كسب نظرا طبعا يعني للتاريخ الكبير للنادي الأهلي والشرف والبطولات والجمهارية الكبيرة اللي بيتمتع بيها النادي الأهلي كمان قال أن أي لاعب بيحلم أنه هو يرتدي قميص النادي الأهلي نظرا للبطولات والجمهارية الكبيرة طبعا قال كمان أنه هو عارف أن طمحات النادي الأهلي كبيرة جدا وأن النادي الأهلي بيتطلع على البطولات والتتويج في كل البطولات اللي هو بياخدها وقال إنه هو هيقاتل وهيبدل أقصى ما عنده لتحقيق أو التتويج في هذه البطولات كمان قال على الصعيدين طبعا المحلي والقري كمان قال إنه لمس احترافية كبيرة جدا ما إن ساعة وصوله للنادي الأهلي لمس احترافية كبيرة جدا من مسؤولي النادي الأهلي في كل القطاعات كمان قال إنه هو بيحلم بتقرار تجربة طبعا يعني ابن بلده علي معلول والنجاح اللي حققه كبير جدا مع الفريق الأول لكرة القدم عندنا كمان عايزة أقول إن يعني منذ حوالي الخمسة صباحا بدأت تدريبات السباحة طبعا كانت تزمونا أو تلت فرق تباعا وانتهت يعني في الساعة منذ قليل تساعة ونص أو العشرة صباحا نتجه بقى طبعا للفريق الأول لكرة القدم واللي كل الأنظار بتروح له النهاردة طبعا هيخود مباراة هامة جدا فيه الدور الستاشر لكأس مصر مع الترسانة فيه تمام الساعة الثامنة مساء على أستاذ الأهلوي السلام طبعا يعني هي مباراة هامة جدا بكل المقييس وتعتبر جهزية كمان لبطولة أفريقيا هيشارك فيها لعبين كتير للتحضير لبطولة أفريقيا ولكن عندنا طبعا يعني اتكلمنا مع الأعضاء هنا الرواد وكمان قدام الأعضاء هم متحمسين جدا لفوز النادي الأهلي رغم الظروف المحيطة بالمباراة طبعا الغيابات اللي بتشهدها طبعا عندنا غيابات سواء للإصابة أو الإقاف أو لظروف أخرى عندنا محمود متولي كريم ندفد علي ربيعة ورامي ربيعة عفوا كمان عندنا وليد سليمان وأحمد الشيخ كل دول للإصابة محمد محمود طبعا لعدم جهزيته وعلي لطفي طبعا في برنامج تأهلي دلوقتي بعد تعافي من فيروس كورونا طبعا عايزين نقوله حمد الله على السلامة عندنا كمان الحارس الأول للفريق الأول لقرة القدم من نادي الأهلي محمد الشناوي عدم مشاركته طبعا لحصوله على راحة برضو للاستعداد لبطولة أفريقيا عندنا كمان مع طبعا علي لطفي عدم مشاركة علي لطفي ومحمد الشناوي هيكون الأقرب لحراسة المرمى النهاردة في المباراة طبعا مصطفى شبير هو الأقرب عندنا كمان علي معلول هيغيب عن مباراة النهاردة لسفره لتونس للمشاركة مع منتخب الوطني وعندنا أيمن أشرف وعمر السلية للإيقاف واستمرار عدم مشاركة صالح جمعة لأسباب فنية يمكن كانت دي أبرز الأجواء على المستوى الاجتماعي وأجواء النادي وكمان مستوى الفرق الرياضية بشكركم جدا عودة لستوديو مرة أخرى وإحنا بنشكرك زملتنا العديدة مريم السميح ويمكن زي ما انت قلت أو اختتمت أخبارك الخبر الخاص بالفريق النهاردة طبعا في غيابات كتيرة جدا لكن احنا برضو وثقين في الفريق بتاعنا إن شاء الله كل التوفيق ليهم